السلام عليكم ورحمة الله زيكم يا جماعة عاملين ايه يا رب دايما تبقوا بخير? هنعمل النهاردة المنين او المعمول او آآ قرص بالعجوة زي ما اي اسم بقى تقولوا عليه يعني آآ المنين بالعجوة ده لازم يبقى ايه بقى ناعم كده وبرضو يقطم كده معاك شوية ما يبقاش ناعم زي الكحك يعني بص بقى دي للفطار الصبحي يومي العيد او آآ او في اي ايام بصراحة هي حلوة على طول المنين والآآ والقرائش اللي بالعجوة دي هقولكو ما قادرها ونبدأ مع بعض ونشوف هنعمل ايه? هنبدأ بسم الله هعمل كيلو من الدقيق هنخله طبعا وانا حب انخله طبعا الدقيق حتى لو جاي بقى اجوة دي الانواع لازم تنخله بيدخل الهوى جواه كده وآآ يخلي كده في آآ هوا كده جوه دي بيساعد كمان في العجين وكمان عشان نتأكد من نضافته يعني ده لازم برضو اساسي ان انتي آآ تنخلي الدقيق اي كان مصدر انا هنا هعمل كيلو دقيق المعدير اللي هقولها دي الكيلو دقيق وانا كدبالكو برضو المعدير بس برضو احنا بنشتغل بحب افكركم وافكر نفسي كده بالمقدير آآ ده هيطلع معاك مضبوط جدا وهيطلع بقى منين او معمول بالعجوة هيبقى احلى حاجة كالتيها والولاد كلها بتحبها وحاجة كده ايه هتشرف كده لما يجيلك ضيوفك بقى وتقدمي لهم منها ومع كبية شاي بلبن او كبية شاي تادة او فنجان قهوة يعني مش مش محتاجة اكتر من كده انا هنا لخلط الدقيق واجهز بقى الحاجات الجفة ان بحط هنا تلات معالق من السكر عايزة تستغني عنهم ماشي هو كده كده المينين في آآ آآ هنعمل معالق عجوة يعني بس السكر ده كويس برضو عشان الخميرة تتفاعل يعني مع العجين حتى لو مش عايزة تقطري او مش عايزة تحطي المعلقتين حطي معلقة واحدة انا حطى تلات معالق سكر انت ممكن تحطي معلقة واحدة وهحط كمان من ريحة الكحكة هحط نص معلاقة من ريحة الكحكة او من المحلب اللي احنا حطناه بيدي رحة حلوة جدا واحط زر ملح كده صغيرة وهحط كمان معلاقة من البيكنج بودر ومعلقتين لبن بودر بس ده كيس كده انا عارفة ان هو مقدار معلقتين كبار من من اللبن البودر. وقلنا حطينا نص معلقة من المحلب او ريحة الكحت وكمان حطينا معلقة او باكم زي ما انتم شاهدوه كده من البيك امج بودر بيدي كده تروى للعجين ويخلي فيها هوا كده. اه حلو جدا. وطبعا بقى كيس الخميرة او معلقة كبيرة مليانة من الخميرة البودر. عايز هتخليها خميرة بيرة برضو مش مشكلة هتعمليها في لبن او في مية وتجهزيها وتبدأي بيها. هنا هقلب بقى كل الحاجات الجافة كده معانا زي ما احنا قلنا المقادير دي الكيلو دي. عايزة تعملي بقى تضعفي بقى الكمية على حسب الكيلو دي انا قلتلك مقاديره ايه? آآ هيطلع معاك بقى مظبوط لو مشيتي بالزبط على المقادير دي. بص ده مزج كده من السمنة او كباية من السمنة. عايزة تخليها سمنة على الزيت ممكن. بتطلع بيطلع ناجح برضو. عايزة تعملي سمنة كده. هنسيحها بس. مش آآ مش بتبقى سخنة ولا اي حاجة. احنا مش هزين نبقى مبسوس يعني. آآ فديك كباية من السمنة. انا هحطها كلها. وهحط كمان كباية قدها من اللبن. وتقريبا خدنا نص نص المج ده مية. هتشوفوا معي برضو دلوقتي وانا بعجل. هوريكو كل حاجة علشان تبقى عارفة الكمية السويل اللي دخلت للكيلو دي. الحاجات الجافة خلاص مفيش خلاف عنها. حاجات السيلة دي على حسب نوع العجين اللي دي زي ما قلت لكم كل دقيق وليه ايه احتياجاته من السويل. يعني في دقيق بياخد السمنة كلها. وفي دقيق ممكن تلاقيت وانت بتعملي ان الكباية دي اكتر شوية. يعني ممكن تقل بقى معلقة او معلقتين على نوع دقيق بقى. هنا خد الكباية كلها هو. وبصوا يعني مش آآ مش سمنة سمنة زي بتاع الكحك يعني لأ هو سمنته خفيفة هو. هيتطلع معاك رائع جدا. هان طبعا نشرب الديق طبعا خلاص دي بقت حاجة معروفة. نشرب الديق كده من السمنة كله. ونخليه كله كده يبقى عم زي حباببات الرامل كده معنا في ايدينا. مرمل كده وآآ آآ والديق كله بقى تغلف خلاص. واحدة كده واحدة مع بعض اهو. بنعمل واحدة واحدة كده. وبنشوف نعمل ايه? انا كده زي ما قلت لكم وبشرب السمنة كده لديق كله. بص انا يعني مش بتحطيه في ايدك يعمل عجيم كده من كتر السمنة اللي فيه لأ. هو مرمل كده وزي ما بقول لكم زي حبيبات الرامل بالضبط كده. اللي هي بتبقى على انشاط كده تبقى آآ مبلبلة بس. بصوا يعني انا كده ايه مشربوه بس السمنة. وهنبدأ بقى نحط الكمية السوالة حاطينا خلاص السمنة. ده مزج برضو قد المزج اللي انا وكنت بحط بيه او بعير بلسمنة حطيت مزج من اللبن. عايزة تكملي نص كبات تانية باللبن ماشي. عايزة تعملي زي كده انا هلم العجين بقى لم كده مش مش هنعجن. يعني دي مش هيتعجن عجني كده لأ انت هتلميها كده مع بعضها بس. آآ علشان طبعا احنا مش عايزين نعمل لها عرق. مش عايزين نعمل للعجينة دي عرق ويمط كده. آآ زي العيش وزي الحاجات اللي تتخبض او زي الحاجات اللي بتعمليها زي الفطير المشالكت والحاجات دي احنا مش عايزين يبقى ليه عرق. احنا بس هنلم العجين على بعضه او هنلم دي على بعض. آآ زي ما انتو شايفين كده انا احتاجت كمان نص كباية من المية. هعيرها برضو بالمج اللي هو كان فيه لسمنة ده. علشان يبقى قدامكم هو بصو انا جبت ايه نص كباية من المية الدافية. آآ هي دي كباية بس انا هاخد نصها بس. آآ مش هيحتاج اكتر من كده. هحط كمان حبة وخلاص على كده وهوريكو تبقى قد ايه من نص المج ده. لان انا خدت نص آآ النص المية واخدت كمان كباية من اللبن. او مج زي ده برضو من اللبن. الدافي طبعا نحط العجين اي حاجة نحطها دافية. حتى الاسمنة احنا دفناها شوية او سيحناها كده شوية مش هنفطها زي ما هي. آآ بص انا بالمهو بالم العجين خالص مش مش بعجن بقى فيها. لأ انا بالمها كده واخليها ايه تتماسك مع بعضها كده بصوا انفرولة ازاي هي مش آآ مش حتة واحدة او لها عالق لأ بصوا اهو ندوب بس بالمها كده على بعض. وخلاص على كده هي كده تمام اهي. ممكن احط بس حبة مية صغيرين عشان الم بيها ايه لو في حبة ديق تحت كده ولا حاجة خلاص كده. آآ هنركنها بقى تخمر معانا ساعة. هتسيبي دي تخمر ساعة لو الجو حرة قوي هي خمسة واربعين دقيقة مسلا آآ خمسة واربعين دقيقة يعني بصوا في الحدود دي على حسب بقى الجوة ايه الحرة او آآ او بقى. انا زي بقول لكم احنا مش بنعجن وبنعمل لها عرق ولا حاجة. انا بنلمها على بعضها كده من الطبق. عشان دخل فيها بس السويل بصوا حتى بوريكم هي مفكفكة من بعضها كده. بس كلها خلاص متشربة السمنة والسويل بتاعتها يا مش محتاجة اي سويل تالي. خلاص كده هنسيبها بقى نحط لها برق نيلون كده ونسيبها بقى في حتة كده تدفيها شوية. علشان تخمر معانا بقى ويضاعف الحجم ده. آآ اول بقى ما سيبها تخمر كده اجهز بقى حاجة ايه العجوة. انا هعمل العجوة. آآ ولا سمنة سخنة ولا اي حاجة. وعايز تستخدم برضو على الحتة دي بتاعت السمنة مع العجوة دي مش اشكال ما تحطيش سمنة لو مستكفية خلاص بالسمنة اللي موجودة جوه المنين او جوه العجينة بتاعت المنين. فانتي ممكن ما تحطيش برضو سمنة بس انا بحط ايه معلقة صغيرة بس خلص كده تطري معي العجوة وتخليها لينة كده علشان هقدر افردها مع العجين. مش عايز تحطي سمنة خلاص ممكن تخليها كده من غير سمنة. وخلاص كده اللي انا عملت بقى ده خلاص كده الدنيا تمام ومعيها العجينة هي زي الفل. اهي كده ايه خمرت كده? وانا متأكدا ان هي خمرت خلاص. وعد عليها الوقت كويس. ما جيبها بقى ايه? واعمل قدامكم. طريقة المنين وطريقة القرس. سهلين جدا يعني مش محتاجة حاجة بس ايه? هنوريكم كده حاجة كده مع بعض واكمل بقى الباقي ايه مع نفس. انا هنا بحب دايما اجهز كل حاجة قدامي علشان ما خدش وقت في العميل. انا هنا بجهز العجوة على قد ما انا هفريد مليا. يعني انا هعمل طبعا العجين هعملها بالطول كده علشان احشيها العجوة دي فبجهز لها عجوة برضو معمولة ايه بالطول كده? اه تجهيز الحاجة بيديك كمان راحة شوية في العميل. وبيخليك ايه ترتاح كده وانت بتعملي وكأن الموضوع معاك اللعبة يعني مش مجهود ولا اي حاجة. اه هتعملي القرس هوريكي برضو تجهز العجوة ازاي? اه علشان تبقى الحاجة قدامك على طول على طول تعملي وتخبزي على طول فالدنيا بتبقى سهلة شوية. انا هنا هو بجيب حتة عجينة بقى وبلمها لان احنا قلنا احنا مش عاملين له عرق ولا حاجة. فهنلم العجينة كده باديكي كده وبتدفع اديكي. وتروحي بقى عاملها كده بص انا بعملها برضو طول كده. وهرجع افردها. وبعد ما افردها عشيها قدامكو بالعجوة اللي انا سايبها قدامكو دي اللي هي انا عاملها طويلة برضو. اه نفردها بالنشابة تفردها بايدك. انت احنا نفردها بس فردة بسيطة كده. عايزينها برضو تبقى ايه سمكة? حوالي اتنين صنطي كده مسلا عن الترابيزة او عن الطابلية عشان تبقى عارفة المقدار بالزبط هتفردها ازاي? يعني حوالي اتنين صنطي كده فوق الترابيزة او الحاجة اللي انت بتعملي بيها. اه علشان اه هي لسه برضو لما تقعد ترتاح شوية ممكن تقب شوية تغيرين. هتبقى عاملة حسابك ان هي ممكن تزيد شوية. انا حطيت اهو العجوة دي اللي انا مجهزها بالطول اهي مجهزها ومية مية هي على على حجم العجينة اللي انا اعملها. ولو الطروف مجاش فيها عجوة ممكن تقطعها وانت بتايه بتجهزي بالزبط اه قطعة الملي. وهلف كده بصوا وهجيب التانية عليها. هيقفل بقى ويبقى فل محكم جدا. مش هتتفتح معاك تاني وهتروح بقى ايوة كده عاملها كده هو بس على الترابيزة. كأنك مسكن الشابة كده. واتزباطي بقى العجين معاك وهنفرده بقى فردة كده برضو بسيطة. آآ برضو حوالي اتنين صنطي كده. او تلاتة صنطي بقى لشان حطينا العجوة كمان جواها فممكن تبديك كمان سمك تلاتة صنطي وتقطعها بقى تقطعها اللي انت عايزها الحجم اللي انت عايزها بقى آآ تعملي كده وانت بتقطعي تاخد مسكينها كده بزاوية. هيديك بقى شكل حلو قوي. وتزباطي بقى بص الجناب. وكده بص انا بوريك هول آآ السمك بتاعها او ارتفعها عن الطابلية او الترابيزة. حوالي تلاتة صنطي كده او اتنين من وص صنطي. يعني بالنظر كده يعني هتبقى حجمها كواس. هقطعها بص بالورب كده انا بوريكو هول ان انا بعمل ورب للسكينة شوية علشان تديني ايه الرسمة اللي انتو شايفينها دي او شكل المنينة او شكل المعمول اللي احنا قلنا عني. آآ متنسوش بقى يا جماعة تحطونا لايك عشان اعرف الفيديو عجبكو ولا لأ. وتشتركوا في القناة كده وتقولوا لصحابكو بقى على القناة بتاعتنا عايزينها تكبر. وانا مش بلاقي لايكات كتير على الفيديوهات بس ايه يعني فيه طبعا فيه ناس الحمد لله يعني الحمد لله ربنا محببهم في القناة بتاعتنا وبيحبوها. واحنا كمان بنحبوهم جدا بنفرح جدا في تعليقاتهم ولايكاتهم. ما تحرموناش من اللايك يا جماعة كده عشان اتأكد ان ايه ان احنا بنعمل حاجة كويسة. زي ما انتو شايفين كده خلاص حلصنا بقى وبرست بقى في الصناية المنين. وهقوليكو برضا انا بعمل قرص ازاي بطريقة سهلة جدا. التسهيلات اللي انا بعملها النفسي او الحاجات اللي بعملها كده بنروحها لنفسي عشان تسهلي العميد. انا هنا هعمل القرصة فبروح ممنها بقى مجهزة العجوة بطريقة كده ايه? زي الكرة الصغيرة كده. علشان اخد القطعة دي على طول وحطها بقى ايه? في العجينة وتمعملها القرصة. ما اجهزي الحاجات دي هيفرق معاك اوي. حتى العجين بقى اتقوروا وعملوا كور كده صغيرة. علشان اخد على طول واعمل لها مكان كده اواجوف العجينة معايا في ايدي واروح حطة بقى الكورة الصغيرة دي بتاعة العجوة. وابطتها يديني بقى ايه? اه سرعة في الاداء بقى ان انت بتعملي كده بسرعة. ما بتخديش وقت ولا حاجة. خلي بالك التجهيزات دي بي بتاخد معاك وقت اكتر من انت بتبقي ملخومة بقى ان انا بعمل العجين وايدي فيها عجين. اه فكل ده يعني بيسهلك كده في العميل وبيخليك ايه تبقى الدنيا سهلة معاك. اه زي ما انتم شايفين كده انا بعمل الكور من العجوة. اعمل بردو كل الكمية كده بس باوريكم حبة كده الاول. بعمل كل العجوة اللي عندي زي ما انتم شايفين كده كل الكمية بعملها زي ما انتم شايفين كور كده وحطها قدامي على الترابيزة اللي انا بعمل عليه يعني. واجهز بردو كور للعجين. علشان ابقى بردو جاهزة على طول ده. كمان من الحاجات اللي كنت عايز اقول لكم بردو ان هي بتنجح العجين. النوع السمنة اللي انت بتحطيه. يعني نوع السمنة نوع الزبدة المادة الدهنية اللي بتحطيها في العجين هي دي اكتر حاجة بتنجح العجين. اختاري السمنة الكويسة اللي هتشتغل بيها علشان تدي العجينة ريحة كويسة او الحاجة اللي انت بتعملها تبقى ريحتها كويسة و ريحتها حلق. ما تبوزيش كل حاجة على حاجة بسيطة جدا. شوفوا انا هنا باعمل برضو ايه? كده متوسط الحجم القرصة اللي انا عايزها. اه عايز اتعملي كل منين اعملي أعايز اتعمليها كلها. اعملي كل نفس الحشوة ونفس العجينة. يعني هي نفس احنا بس بتغير شكل. يعنيان اللي بيحب اللي شكل ده حلو برضو موجود والده موجود. انت عايز اتعملي كل الكمية اللي عندك تعمليها. أعمليها عايز اتعمليها آآ منين. آآ ورقت لك ازي بتعمليها. بطريقة سهلة جدا بتفردي العجين لو من يعني بتفرض العجينة بالطول. وبتبططيها او تفرديها شوية كده. اه زي المربع كده او زي المستطيل وبعدين تحطي بقى حتة العجوة اللي انت فرستيها برضو بالطول وبعدين تطبقي كده الصروف على بعضها هيقفل معاك ومش هتفتح خالص بص انا بعمل تجويفة كده للعجين وبعدين برجع للمهتين اه طبعا انا هعمل كل الكمية وبعدين هاخد بقى كل اللي تبتح كده في الاول اخذها واعمل نفس الحكاية بقى كل مرة كده خلاص انا سببت اللي هو ضغطة بسيطة خالص كده على العجينة خلاص كده هتبقى زي الفل ومش محتاجة حاجة تاني انا بعمل عليها فتحتين صغيرين كده بالسكينة برضو مش عايفت اعمل الفتحتين دول انا بعملهم للشكل يعني هم لهم شعي داعي غير ان انا بس بحب شكلها كده وهندرس بقى طبعا في الصينية مش مدهونة ولا اي حاجة لان العجينة داعي فيها سمنة ومش محتاجة ايه سمنة خلاص او مش محتاجة بتدهني حاجة زي ما بقولك السمنة من الحاجات اللي بتنجح معاك العجين جدا وطبعا في حاجات كتير برضو بتنجح معاك العجين وبتبقى عامل مؤثر يعني في العجين زي نوع الخميرة اه الحاجات دي برضو نوع دقيق بس الاكتر حاجة بتأثر جدا في العجين او الخبز معاك نوع السمنة هنحطها على درجة حرارة وتمانين في الرف الوسطاني وطبعا هتاخد حوالي خمستاشر دقيقة اه وطبعا على حسب الفرن بتاعك برضو تبص عليها وتطلعيها بقى اللون اللي انت عايزة هتغمي اكتر من كده عايزة اتفتاحها اكتر من كده اللي انت عايزة في درجة اللون بتاعة الحاجة اللي عند زي ما انتم شايفين طالع زي الفل ازاي جميل جدا وجيقطم كده في بقك يعني مش لازم تبقى ناعم اوي وممكن تعملي نفس العجنة دي كده وتخليه سادة هيبقى رائشة ده جدا بس تبقى نحط لها بدل ريحة الكحكة ممكن تطحني او تجروشي ينسون كده وتحطيه معايا دي وانت بتاعجلي تبقى رائش بقى باليانسون طحفة جميلة جدا برضو بتساكل مع الشاي وتفتري بيها مش عايزة اقول لكم بقى جمالها اه انا عايزة اقول لكم ان هيست مطلعها جدا لسه طلعها حالا دلوقتي من الفرن فانت ممكن لو استنيتي عليها شوية كده هيحن شوية برضو تاني اه وهتبقى الملينية معاك نعمة وجميلة تنسوش اللايك يا جماعة ما تنسوش اللايك وشكرا جدا على استمتاع معاكم مع السلامة